حضرق بتتكلم ان طبعا المدير الفني للإسماعيلي اكيد درس النادي لهذه خاصة في المباراة الاخيرة تمام تفتكر ايه اللي ممكن يقوله للعبته كسلبيات حصلت في مباراة مباراة الفيتا كلاب و ايه اللي ممكن يعمل المسلماني عشان يتجنب هذي السلبيات يعني لو انت بتحلل كده او انت المدير الفني للإسماعيلي الوقت يبقى حتقول لعبتك بكرة نزود ايه وندوس على دي ونخلي بالنا من ايه اولا اول حاجة هقولها اللعبتي كمدرب نادي الإسماعيلي انت تلعب على الضغوطات الكبيرة على لعبة النادي الاهلي متعادل المباراة الاخرانية الماتش ده بيعتبر بروفا للمباراة اللي هي مهمة صحيح والحد كبير مصيرية بالنسبة للنادي الاهلي فانت تلعب على الضغوط دي نادي الاهلي لازم يعني طبعا مدرب الإسماعيلي بيكلم نادي الإسماعيلي مدرب الاهلي لازم هو فرقته يعمله مباراة كويسة ويكسبه عشان يروحه هناك مرتاحين ورجعوا الثقة للجمهورية كمعنويا كتير فانت تلعب على الحتة دي من البداية لازم تاخد الثقة نادي الإسماعيلي اللي الدوري دي سيقول النتائج وحشة وترتيبه يمكن قبل الأخيرة أو حاجة زي كده عشان يصالح جمهوره كمان هو دي بطولة خاصة